السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله هنتكلم عن جورج دابلي بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشخص اللي أصدر قرار احتلال أفغانستان وكمان احتلال العراق وتسبب في مقتل حوالي 241 ألف أفغاني وكمان في مقتل حوالي مليون عراقي فتعالوا النهاردة نعرف من هو جورج دابلي بوش اتولد امتى وفين وازاي كان طفلته ويعلاقته بالمسونية وبجماعة الجمجمة والعظام وكمان ليه تم القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976 وازاي قدر يوصل لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم انه خسر في الانتخابات وايه هي حقيقة احداث 11 سبتمبر وليه جورج دابلي بوش طالب افغانستان انها تسلم له اسامة ابن لادن وليه اصدر جورج دابلي بوش قرار باحتلال افغانستان عام 2001 وكمان قرار باحتلال العراق عام 2003 والقضاء على صدام حسين وكمان هنتكلم عن حدث ضربه بالحزاء في العراق وعن اسرته وعن حياته حاليا وتفاصيل تانية كتير بس بسرعة كده اشترك في القناة وفعل زر الجرس واحلى كوباية شاي وركز معايا في البداية صديقي لازم نعرف من هي عائلة بوش وعلشان كده لازم نرجع لعام 1492 العام اللي فيه اكتشف الرحالة الايطالي كولومبوس العالم الجديد اللي هو قارة امريكا واللي من بعده بدأت عائلات من بريطانيا تروح تسافر لقارة امريكا وبالتحديد من ولايات المتحدة الامريكية اللي شافوها ان هي ارض الاحلام واللي فيها يقدروا يحققوا احلامهم ومن العائلات دي عائلة عبيد يابوش واللي بيمتد نسبه للملك ادوارد الاول ملك انجلترا وقدر عبيد يابوش هو وزوجته هيريت سميس انهم يأسسوا عائلة بوش داخل الولايات المتحدة الامريكية وزادت شهرة عائلة بوش بعد ما راح القصة جورجو بوش الاكبر اللي هو ابن عم عبيد يابوش واللي بيعتبر الجد الاكبر ليه جورجو بوش بطل قصتنا انه يقلب في ولاية انديانا عام 1830 كتاب بعنوان محمد مؤسس الدين الاسلامي ومؤسس امبراطورية المسلمين وفي الكتاب ده هاجم القصة جورجو بوش الاكبر الدين الاسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم وكمان طالب بالقضاء على امبراطورية المسلمين وده يبين لك بطل قصتنا طالع لمين وزا بي بنقول كده بالمصري ابن الوزة عوام المهم زادت قوة عائلة بوش على ايد ساموئيل بوش اللي هو حفيد عبيدية بوش اللي بقي من اغنى اغنياء الولايات المتحدة الامريكية بسبب عمله في تجارة السلاح وكمان في تجارة النفط فبقيت عائلة بوش من اشهر واقوى العائلات في الولايات المتحدة الامريكية وفي خلال الفترة دي في الولايات المتحدة الامريكية وبالتحديد في ولاية كونيتيكت عام 1832 يأسس وليا ورسل جماعة سرية باسم جماعة الجنجمة والعظام والجماعة دي بتعتبر فرع من فروع المنظمة المسونية واللي في مصادر كتير بتتكلم ان هدفها هو السيطرة على العالم وكان مقر جماعة الجنجمة والعظام هو جماعتين الموجودة في ولاية كونيتيكت وجماعة الجنجمة والعظام مش بتختار غير الافراد اللي من عائلات غنية ومشهورة وده اللي خلاها تختار بريسكت بوش اللي هو ابن سموئيل بوش اللي من اغنى اغنياء الولايات المتحدة الامريكية وكمان اللي جده القص جورجي بوش الاكبر اللي هو عدو للإسلام والمسلمين وفي الولايات المتحدة الامريكية قدر بريسكت بوش بمساعدة جماعة الجنجمة والعظام انه يبقى عضو في مجلس الشيوخ الامريكي فزادت قوة عائلة بوش أكتر وأكتر وخلت برزقة بوش ابنه جورج هاربريد بوش اللي هو معروف باسم بوش الأب وتدوز جورج هاربريد بوش من زوجته باربرا بريس وفي مدينة نيوهافن في ولاية كونيتيكت يوم 6 يوليو عام 1946 تخلف باربرا بريس من زوجها جورج هاربريد بوش ابنهم الأكبر جورج ووكر بوش اللي هو معروف باسم جورج دابليو بوش أو باسم بوش الأبن وجورج دابليو بوش ليه خمس إخوة ثلاث إخوة أولاد وهم جيب ونيل ومارفن واثنين إخوة بنات وهم دورسي وبولين وطول جورج دابليو بوش 183 سنطي أما عن هواياته فبيحب قراءة الكتب وخاصة كتب التاريخ وكمان بيحب الرسم ولعب القلف ولما بقي جورج دابليو بوش عنده حوالي 6 سنين دخل المدرسة الابتدائية في مدينة ميدلند بولاية تيكساس وبعدها دخل مدرسة كينكايد الإعدادية وبعدها دخل المدرسة السنوية في أكاديمية فليبس بولاية مساتشو 6 وكان جورج دابليو بوش في المدرسة طالب متوسط يعني ما كانتش شاطر وعام 1964 دخل كلية الأداب قسم تاريخ في جامعة تيل بولاية كونيتيكت وزي ما قلنا أن جامعة تيل هي مركز جماعة الجمجمة والعظام واللي راح نضم ليها جورج دابليو بوش زي والده وجده ونفذ تقوص بتاعة الجماعة فدخل التابوت وإدته الجماعة لقب مأجوج وعام 1968 يخلص جورج دابليو بوش الكلية ويروح يقضي الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي وقضي الخدمة العسكرية في ولاية جورجيا وبالتحديد في قاعدة مودي وخلال الخدمة العسكرية اتعلم جورج دابليو بوش قيادة الطائرة وبيقول أحد المصادر أنه بالرغم أن جورج دابليو بوش ما كانش عنده المهارة الكبيرة في قيادة الطائرة لكن تم اختياره لقيادة طائرة F-102 وبيقول برضو المصدر ده أنه تم اختياره لأن والده جورج هاربريت بوش كان وقتها بيقعدوا في مجلس الشيوخ الأمريكي يعني بالوسطى المهم يخلص جورج دابليو بوش الخدمة العسكرية في أواخر عام 1971 وبيهو آخر رئيس خدم في الجيش الأمريكي وبعدها راح مدينة كامبرج وهناك حضر الماجستير في جامعة هارفورد في قسم إدارة الأعمال وبعدها جورج دابليو بوش قالك بس كفاية كده تعليم ندخل على الشغل وبما أن والده جورج هاربريت بوش كان بيقى حوت من حتان تجارة النفط زي جده ساموئيل بوش وكمان لأن جورج دابليو بوش كان عايش في ولاية تيكساس اللي هي تعتبر عاصمة النفط قرر جورج دابليو بوش أنه يؤسس شركة خاصة به وهي شركة بوش اكسبولوريشن وبرغم من نجاح جورج دابليو بوش في حياته العملية لكن كان في الفترة دي مدمن مخدرات لدرجة أنه عام 1976 تم الأبضة عليه في ولاية ماين وتم تغريمه بمبلغ 150 دولار لأنه كان بيقود السيارة أثناء تعطيل المخدرات تطلع شمام ابني بوش وخلال الفترة دي في أحد الحفلات اتعرف جورج دابليو بوش على لورا ويلش ودي كانت مدرسة فخطبها وبعدها بثلاث شهور اتجوزها في مدينة تيكساس عام 1977 وخلف منها بنتين توأم عام 1981 وهم باربرا وجينا وقدر الزكتور لورا ويلش أنها تأثر عليه وتخليه يبطل تعاطي المخدرات فبدأ جورج دابليو بوش يزبط حياته وعام 1988 اترشح والده جورج هاربيرت بوش لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فسافر جورج دابليو بوش لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية علشان يساعد والده في الدعاية والترويج لبرنامجه الانتخابي ونجح والده جورج هاربيرت بوش في الانتخابات وبقي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 المهمة في الفترة دي حصلت حاجة حيكون لها تأثير كبير على القصة بتاعتنا في الفترة دي راح صدام حسين رئيس العراق احتل للكويت واعتبرها أنها هي المحافظة العراقية رقم 19 وجورج بوش لقبل إيها فرصة علشان يدخل لمنطقة الشرق الأوسط اللي هي غنية بالنفط فرح كون تحالف من 32 دولة ويدر أنه يخرج صدام حسين من الكويت ورح عمل حصار على العراق فبي ممنوع على العراق أنها تستور السلاح أو حتى أكل أو دواء والحصار ده استمر 13 سنة وكان سبب في تدمير العراق وإضعافها وخليها جهزة للاحتلال الأمريكي زي ما هنشوف بعد شوية ونرجع مرة تانية لجورج دابليو بوش واللي بعد ما نجح والده جورج بوش الأب رجع مرة تانية لولاية تكساس وعام 1989 اشترى جورج دابليو بوش أسهم في نادي رينجرز للبيس بول ب800 ألف دولار وإدر يبحها عام 1998 ب15 مليون دولار فزادت سروته بشكل كبير وعام 1992 يسافر جورج دابليو بوش مرة تانية لواشنطن علشان يقود الحاملة الانتخابية لولده جورج هاربيرت بوش اللي رشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة التانية لكن المرة دي خسر جورج هاربيرت بوش في الانتخابات وبي بيل كلينتون هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فراح جورج دابليو بوش رجع مرة تانية لتيكساس وقرر أنه يرشح نفسه لرئاسة ولاية تيكساس عام 1994 ويلفي برنامجه الانتخابي أنه هيتم بالأمن والتعليم ونجح بأكتر من 53% وبيهو حاكم ولاية تيكساس وخلال فترة حكمه لولاية تيكساس قدر يحقق نجاحات كبيرة زي أنه حسن المدارس وكمان قلل من نسبة الجريمة والعنف وفترة رئاسته لولاية تيكساس فازت الولاية بالمركز الأول في إنتاج الطاقة بالرياح داخل الولايات المتحدة الأمريكية والحاجات دي خلت الأهالي في تيكساس يحبوه وينجح لما رشح نفسه للمرة التانية لرئاسة ولاية تيكساس بنسبة 69% عام 1998 فبيقي جورج دابليو بوش هو أول حاكم لولاية تيكساس يفوز بالمنصب مرتين فزادت شهرته في الولايات المتحدة الأمريكية والناس عرفته أكتر وده اللي شجعه أنه يرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000 كممثل عن الحزب الجمهوري ضد الغور اللي هو ممثل للحزب الديمقراطي وبالرغم أن جورج دابليو بوش خسر الانتخابات في التصويت الشعبي لأنه خد نسبة 47% من الأصوات في مقابل الغور خد 48% من الأصوات لكن برضو جورج دابليو بوش بقى هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وده لأن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة عن باقي الدول فلو حتى أنت فست في التصويت الشعبي بقى على نسبة أصوات لازم تاخد أعلى نسبة أصوات من المجمع الانتخابي وده مكون من 538 عضو بيختارهم الشعب الأمريكي كممثلين عنه فلو المرشح خد 270 صوت من المجمع الانتخابي هيبقى هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وظل حصل في الانتخابات جورج دابليو بوش خد 271 صوت أما الغور فخد 266 صوت فبالتالي بقي جورج دابليو بوش هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في واحدة من أغرب الانتخابات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة المهم يا صديقي خلاص جورج دابليو بوش هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000 ويوم 11 سبتمبر عام 2001 العالم كله يصحى على الخبر ده طيارتين ضربوا برج التجارة العالمي في مدينة نيورد وكمان طيارة ثالثة ضربة البنتابون اللي هو مبنى وزارة الدفاع الأمريكية وتسمت الأحداث دي بأحداث 11 سبتمبر وراح جورج دابليو بوش اتهم تنظيم القعدة بقيادة أسامة ابن لادن بأنها هي اللي وراء العمليات دي وكان تنظيم القعدة وأسامة ابن لادن موجودين وقتها في أفغانستان اللي بتحكمها حركة طالبان بقيادة الملة عمر وطلب جورج دابليو بوش من حركة طالبان أنها تسلم له أسامة ابن لادن لكن حركة طالبان رفضت وقالت له هذا الدليل أن أسامة بن لادن هو اللي وراء أحداث 11 سبتمبر وإحنا نسلمهوه لك وبغض النظر أن الفجر البرجين كانوا تبعين لتنظيم القاعدة لكن برضو لازم تبقى عارف أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهاز المخابرات الإسرائيلي كان عارف أن الأحداث دي هتحصل وكان كل حاجة معمول حسابها والكاميرا كانت متسبتة علشان تصور الأحداث وسبب الشباب اللي فجر البرجين ينفذوا عملية التفجير علشان هما ينفذوا خطوتهم ويدمروا الدول بحجة الحرب على الإرهاب زي ما هنشوف بعد شوية المهم راح جورج دابلي بوش أعلن الحرب على حركة طالبان اللي بتحكم أفغانستان وعلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وزادت شعبي جورج دابلي بوش داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير بعد ما اقنع الشعب الأمريكي أن الحرب دي هتكون لرد كرامة الولايات المتحدة وكمان علشان يحب الشعب الأمريكي من أي هجمات تانية ويوم 7 أكتوبر عام 2001 بدأت الحرب الأمريكية على أفغانستان بعد ما قدر جورج دابلي بوش أن يكون تحالف مكون من 51 دولة وقال أن الحرب دي هتكون حرب صليبية وقدرت القوات الأمريكية أنها تسيطر على كابل عاصمة أفغانستان لكن ما قدرتش تسيطر على كل أفغانستان واستمرت الحرب دي لمدة 20 سنة خسرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 2 تريليون دولار وانتهت بهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية لكن بعد ما تسبب قرار جورج دابلي بوش في مقتل حوالي 241 ألف أفغاني أغلبهم كان من المدنيين وقال بوش أن الحرب ستستمر على الإرهاب وحدد ثلاث دول سماهم محور الشر وقال أنهم يدعموا الإرهاب ويمثلوا خطر على العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والثلاث دول دولة هما العراق وإيران وكوريا الشمالية وراح جورج دابلي بوش اتهم صدام حسين رئيس العراق بأنه بيمتلك أسلحة دمار شامل وأنه قدم مساعدات لتنظيم القاعدة اللي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في أحداث 11 سبتمبر وطبعا العراق ما كانش بيمتلك أسلحة دمار شامل لكن ده كان جزء من الخطة بتاعة جورج بوش والولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على سروات العراق خاصة أن العراق هي رابع أكبر دولة في إنتاج النفط وكمان علشان يحافظ على أمن إسرائيل اللي شافت أن صدام حسين والعراق بيهددوا أمنها المهم يا صديقي راح جورج دابلي بوش طلب من صدام حسين وأولاده أنهم يخرجوا من العراق خلال 48 ساعة لكن بعد 90 ديئة بس من المهلة اللي ادهلهم راحت القوات الأمريكية ضربت العراق وتبدأ حرب العراق يوم 20 مارس عام 2003 علشان يكمل جورج دابلي بوش الخطة اللي بدأها والده بوش الأب وقدرت القوات الأمريكية أنها تسيطر على بغداد عاصمة العراق يوم 9 أبريل عام 2003 وهرب صدام حسين لكن تم الأبض عليه في مدينة تكريت وتمت محاكمة صدام حسين وتحكم عليه بالإعدام وأصدر جورج دابلي بوش قرار بعدام صدام حسين في أول أيام عيد الأطحى عام 2006 واستمرت القوات الأمريكية محتلة العراق طول الفتر الرئيسية لبوش ومخرجتش منها غير عام 2011 وتسبب قرار جورج دابلي بوش بالحرب على العراق في مقتل حوالي مليون عراقي ده غير تشريد ملايين العراقيين وسرقة ثروات العراق سواء أسار أو نفط وتعذيب الجنود الأمريكان للعراقيين في السجون زي ما حصل في سجن أبو غريب وبعد كله كتب جورج دابلي بوش في مذكراته نقاط القرار بكل بساطة أن احتلال العراق كان خطأ وفي الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 يفوز جورج دابلي بوش للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية على منافسه جون كيري بنسبة 50% مقابل 48% لجون كيري وبرغم عدد كبير من الشعب الأمريكي شايف أن جورج دابلي بوش لإنجازات كبيرة زي اهتمامه بالتعليم والزراعة والصناعة وتخفيف الضرائب وإصداره لقانون منع الإجهاد وإصدار قانون منع زواج المسليين ووضع برنامج لعلاج مرضى الإيدز لكن برضو شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية قلت بشكل كبير بسبب احتلاله للعراق واستمرار مقتل الجنود الأمريكان على إيد المقاومة العراقية اللي تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين وكمان بسبب فشل جورج دابلي بوش في التعامل والتصدي لإعصار كاترينا اللي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 واللي راح ضحيته 1836 مواطن أمريكي وعام 2005 في دولة جورجيا اتعرض جورج بوش لمحاولة اختيال أثناء زيارته لدولة جورجيا على إيد واحد من المعارضين للسياستو واستمر جورج دابلي بوش في الحرب على الدول اللي سماها بمحور الشر اللي هي إيران وكوريا الشمالية لكن طبعا ما يدرش يحتل الدول دي لأن الدول دي كانت دول قوية عكس العراق اللي كانوا محاصرينها ليهم 13 سنة ومجاهزينها للاحتلال فرح جورج دابلي بوش فرض عقوبات اقتصادية على إيران وكوريا الشمالية ويدر يخلي كيم جونجل رئيس كوريا الشمالية يوقف البرنامج النووي اللي كانت بتعمله كوريا الشمالية لصناعة القنبلة النووية وبالرغم إنه كوريا الشمالية وقفت برنامجها النووي بشكل مؤقت لكن بعد ما كانت خلاص صنعت أول قنبلة نووية لها عام 2006 وعام 2007 مرت الولايات المتحدة الأمريكية بأزمة اقتصادية كبيرة اتسمت بالركود الكبير وعدد كبير من الأمريكان اتهم جورج دابلي بوش بأنه هو السبب في الأزمة دي لأنه أهمى للشأن الداخلي لأمريكا فعلت شعبيته بشكل كبير وصلت ل39% بس وفي نهاية الفترة الرئاسية لجورج دابلي بوش راح يزور العراق وبالتحديد يوم 18 ديسمبر عام 2008 وخلال المؤتمر اللي كان موجود فيه جورج دابلي بوش راح الصحف العراقي منتظر الزيدي ضرب جورج بوش بالحزاب وقال له هذه قبلة الوداع وبعدها انتهت الفترة الرئاسية التانية لجورج دابلي بوش وسلم السلطة لبراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد يوم 20 يناير عام 2009 ورجع جورج دابلي بوش لولاية تيكساس هو وعائلته وبعد ما انتهت الفترة الرئاسية التانية لجورج دابلي بوش اترفعت عليه أكتر من قضية بسبب وفقته على تعزيب المساجين وبيه مطلوب للمحاكمة في أكتر من دولة زي سويسرا ومن بعد ما انتهت رئاسة جورج دابلي بوش ما بقيش يظهر كتير غير في بعض مباراة كرة القدم الأمريكية وعام 2013 في مدينة دلس بولاية تيكساس افتتح مكتبته وكمان افتتح مدحف وكتب مذكراته اللي بعنوان نقاط القرار وفي استطلاع للرأي تم اختيار فترة رئاسة جورج بوش بانها من اسوأ الفترات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وحاليا بيعيش في ولاية تيكساس وعنده 75 سنة شاركونا برأيكم في التعليقات وقولولنا ايه رأيكم في جورج دابلي بوش وكمان قولولنا عايزين الحلقة اللي جاية تكون عن ايه وبإذن الله هنزل التعليقات دي في نهاية الفيديو اللي جاي ولو شايفين اني الفيديو دا اضاف لكم معلومة جديدة اعملوا عجاب للفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان وصلكم مشاعر بكل فيديو جديد ينزل على القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته